سجل المستثمرون الأجانب أضخم مشتريات صافية في تاريخهم على الإطلاق في سوق الأسهم السعودية بنحو 17 مليار و 600 مليون ريال خلال الأسبوع المنته في 30 مايو الماضي وبعد مشتريات إجمالية بلغت 51 مليار و 200 مليون ريال مقام المبيعات بلغت 33 مليار و 600 مليون ريال جاء ذلك بالتزامن مع ترقية السوق لمؤشرات مورغنستان للأسواق الناشا اعتبارا من 29 مايو والتغييرات التي تمت خلال فترة المزاد يوم 28 من نفس الشهر وبهذا تقفز حصة المستثمرين الأجانب إلى أعلى مستوياتها تاريخيا عند 6.5 نقطة المئوية وبقيمة سوقية بلغت 133 مليار ريال